مباحثات تشريعية وسياسية مكثفة أجرها الوفد البرلماني الأردني برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي مع القوى العراقية خلال زياراته الرسمية إلى العراق بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ثمن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم أمن واستقرار العراق فيما أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني عن امتنانه على مواقف الأردن الداعم للإقليم لا سيبا في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية كما أجر الوفد مباحثات مع رئيس تحالف فتح هادي العامري الذي أكد ضرورة مشروع الربط الكهربائي بعد دخوله حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي ومد أنبوب النفط من البصرة إلى مرافع العقبة من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن تقدير العراقيين عاليا للدور الكبير الذي قدمه الأردن في مساندة العراق بالحرب على العصابات الإرهابية لافتا إلى أن جلالة الملك أول من نبه وحذر من خطر التنظيمات الإرهابية وأجندتها التخريبية في المنطقة وبدوره أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن الزيارات والتواصل بين مسؤولي العراق والأردن ستسهم في ترسيخ العلاقات وتفتح أفاقا للتعاون بين البلدين وأكد الصفدي في ختام سلسلة اللقاءات موقف الأردن الحريص على تعزيز أمن واستقرار العراق مشددا على أن دعم العراق في التصدي للجماعات الإرهابية كان وسيبقى من ثوابت الدولة الأردنية